مرحبا حضرتكم مرة تانية وخلونا بقى نبدأ في أخبارنا طبعا عن الفريق الأول كرة القدم النهاردة اللعيبة اكتفوا بأنهما يخوضوا تمرين استشفائي كان طبعا النهاردة قدوا يعني تمرين فالجام عبارة عن فك عضلات وتدريبات خفيفة وبرضو اللعيبة خضعت لمسحة طبية قبل 48 ساعة من مباراة سوني داب بطل نايجر المقرر لها بعد بكرة إن شاء الله يوم الثلاث في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا الأهلي زي محضراتكم عارفين كان فاز على سوني داب في لقاء الزهاب بالنيجر بهدف نظيف كان طبعا الأليو ديانج اللي تقلق في المباراة والفريق حصل على راحة من التمرين مبارح يوم السبت بعد مباراة وادي دجلة اللي أقيمت يوم الجمعة اللي فاتت في الجولة الخمسة لبطولة الدوري مباراة سوني داب بتكون مباراة مهمة وما فيش حاجة أسمع مباراة سهلة زي ما دايما بنقول النادي الأهلي بيحترم كل المنافسين وبإذن الله هنشوف تمرين أو هنشوف مباراة أفضل بكتير من المباراة اللي فاتت اللي كان طبعا ما فيش تقريبا نجيلة في الملعب كانت الأرضية مش كويسة تماما وكانت الظروف صعبة ولكن النادي الأهلي قدر أنه هو يحسم المباراة بهدف لديانج